أجلقائي الأعزاء مساء الأنوار مساء السرور مساء المساء على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا مشيات الله لهذا المساء من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان الأخ أبو ضياء من أهالي بغداد مدينة الحرية الأولى شارع المختار الأخ أبو ضياء الطاني العنوان بالتفصيل يقول ما أدري الآن من أبدي حديثي على شبابنا وعلى أحزابنا يعني واحدنا يقولي حير يعني من كثة السلبيات وكثة التصرفات الخاطئة التصرفات المحقيقية اللي دا نشوفها قلت له شلون قال الآن أكو بعض الشباب ما أدري المحسوبين على اليمن لربما مستقلين لربما محسوبين على تيارات وعلى أحزاب أخرى يقول أنا ما أدري حسة يقول بدأوا يشققون أو يمزقون صور السيد المالكي والمرشحين للسيد المالكي يقول هذي شنو من أخلاق يقول هاي مو أخلاق سياسيين السياسي الصحيح ما يمزق صور وما يمزق الصور ويضربها بالنعال أو بالحذاء إهانة هذه هذا اعتداء يتسمونه يعني ممكن المرشح ممكن يقيم دعوة على هذا الإنسان بالمحاكم ويحكمه لأن هذا اعتداء على الحريات الشخصية يقول أنا بس أريد أسأل خلي ذول اللي يمزقون خلي يسئلون آباءهم شلون كان ذاك النظام يعامل الناس بالانتخابات شلون كان يعامل الناس على مجرد كلام يعني يقول والله بمدينة الحرية بحسينية العسكريين نعدمه خمس شباب نكتب عليهم تقرير ضبطهم متلبسين بتفسير صورة الفاتحة ونعدمه طلاب معحد الطب الفني يقول حتى أسمائهم أنا حافظها إلى هذا إذا تيد أذكرها يقول ما دي واحد يشيحتي على هاي ذولة يعني موت سياسيين ذولة ذولة أخلاق أولاد الشوارع يقول هاي مو أخلاق موت سياسي وبعدين هاي الصور والأفلام هاي تشوفها دول العالم شنها المستوى هذا وإحنا يقول ما دي والله أنا بعد الباكة عليك حجي وأتمنى لك كل التوفيق أولا أخي العزيز أشكرك على اتصالك حقيقة وعلى نشرك لهذا الموضوع وأنا شاهدته أيضا وهوايا والله صدقني كثير من الأخوان قالوا لي ليش ما تكتب على هذا الموضوع قلت لهم إن شاء الله أكتب بالوقت المناسب هسا نجي على موضوعنا أخواننا العزيز هذا التمزيق الصور هذا نتيجة الإفلاس السياسي إذا أنت تروح تمزك مثلا صور شيوعيين أو بعثيين أو قوميين أو إسلاميين أو صدريين أو ما أعرف شنون هذا دليل على انهزاميتك دليل على فراغك السياسي إذا تطلع بالليل وتمزق الصور بالليل يعني أنت مثل الحرامي مثل الإنسان الحرامي مثل الحرامي اللي داي يشرق داي يشرق بالليل يطلع يمزق ويطلع يشرق بالليل هذه مو أخلاق سياسيين بعدين يا أخوان نحن الآن الحمد لله والشكر نقول بلدنا ديمقراطي والدليل على ذلك قناتنا قناتنا تحكي على رئيس مجلس النواب على رئيس الجمهورية على سيد رئيس مجلس الوزراء على كل تحكي ما حدا يحاسبنا ولكن ما نفشر ونغلط يا أخوان دول العربية نحن نفتخر بأن العراق أكثر دولة ديمقراطية بعد لبنان حقيقة يعني بعد لبنان نحن الدولة الثانية بالديمقراطية زين والدول العربية تشاهد هاي الأفلام اللي داي تسووها أنتو ودول عالم الثالث ودول أوروبا وكل العالم يشاهد الآن العالم أصبح قرية صغيرة أنت تجي تفشر وتسبق قيسر الشيخ قيسر خزعلي فضيلة الشيخ قيسر خزعلي والأستاذ نور المالكي تسبه سهم واحد يقول ليش تقول فضيلة الشيخ قيسر خزعلي والأستاذ نور المالكي لازم مستفاد منهم يابا من باب الاحترام واللياقة يعني نقول هو شيخ يعني أنا هذا احتراما إلى ما عندي ويا أي إنسان كان أنت تسب وتفشر وتلفظ هاي الألفاظ البذيئة هذا دليل على تربيتك هاي تربيتك أنت لو كنت مؤدب ومثقف ما تلفظ هاي الألفاظ الإنسان المثقف والمؤدب والمتربي ما يعرفه يفشر ما يعرفه يلفظ ألفاظ بذيئة ما تجي على باله ما تجي على لسانه لأن كله كلامه طيب كلامه حلو كلامه لذيذ يعني كلامه ينصح الناس أنت تجي تفشر وتغلط وتسب عراض المسؤولين أنت القانوني حاسبك عليهم القانوني حاسبك على هاي تصرفاتك لأن هاي تصرفاتك مو صحيحة شنو يعني شنو يعني شنو يعني شقيت صورة السيد المالك وتفلت عليها وتكرم ضربتها بالنعال أو بالقندرة شنو الفائدة هو الرجال موجود وحزبه موجود وهذا وانت دليل على شنو على إفلاسك ليش مو أكو طريقة ثانية أكو يعني كل الأحزاب الآن بصورة عامة كلها ما أستثني أحد كلهم عندهم أغلاط ممكن تناقش أغلاطهم تلزمهم من أغلاطهم وتقولهم فلان شي فلان شي فلان شي تقولهم ليش عضو مجلس النواب ياخد تقاعد 80% والمتقاعد اللي يخدم لـ 30 و 35 و 38 و 27 و 20 ياخد لـ 600 ألف دينار ليش تطون تقاعد العضو مجلس النواب وهو أربع سنين خدم هو مو موظف ليش و ليش و ليش و ليش ممكن تحتي مئات الأغلاط مو بس عد السيد المالكة عدهم كلهم كل الأحزاب الآن كل الأحزاب عدهم أغلاط سياسية مو السياسين مو طبيعية الأغلاط ممكن الناقش هاي الأغلاط ليش أروح أشق الصورة مالت وباللي الأشق تقدر بالنهار تشق ما تقدر تتحاسب تخاف يعني أنت سارق الآن يا أخوان العزاء وهيدا سوفتنا حقيقة الآن كل عائلة بها أربع أخوة خمسة ونسيبهم مرات قاعدوا يوم أو ست ولد أو سبع ولد يعني قاعدين بالبيت عائلة متكونة من خمسة ستة هذا ويا التيار وهذا ويا الدعوة وهذا ويا بدير وهذا ويا النجبها وهذا ويا مادمن وهذا الشيوعي وهذا يعني الآن الأحزاب السياسية كلها كل العوائل أبناها متوزعة تقريبا أنت من تجي تستفزهم وتشقق الصور هاي شنو هذي زين إحنا العراق ندعي بأن إحنا أقدم حضارة إحنا والفراعنة المصريين إحنا من الحضارات القديمة إحنا علمنا الناس القراءة والكتابة إنت مكيف شيء الحذائك إنت وقرأتك وتضرب صورة السيد المالكي أو تضرب هذه العاملة أو تضرب قيس الخزعلي بالحذاء شنو يعني هذا ضعيف إنت إنت ضعيف إنت لو بخير تكسب الناس تكسب الناس تقولهم هذا منهجنا هذا هذا منهجنا هذا برنامجنا إحنا أريدكم إنا ترشحون تشرح للناس شنو واجبات عضو مجلس محافظة بغداد أعضاء مجالس المحافظة شنو أعمالهم أطلبوا من النواب أن يساون ندوات جماهيرية ويحكوون شنو شنو واجباتهم الناس ما تعرف شنو واجباتهم أنت مكيف رايح تشقق وتشقق الصور وتفشر وتغلط هي هاي شي قالوها هاي مو أخلاق هاي هاي مو أخلاق سياسيين الحزب الدزك أو التيار الدزك أو المنظمة الدزتك أو القائد الدزك هاي أخلاق أبناء الشوارع حقيقة يعني مو صحيعة وما أعتقد أنا يعني شخص سياسي وعنده روح وطنية وإنسان نجيب وشريف أن يقول للآخرين روح ومزقوا صور فلان فئة أو فلان جماعة أو تسبوه أنا شخصيا لو تسألني أنا ما أشترك يمكن بالانتخابات ما روح أنتخب ولكن ما أسبهم ما أفشر عليهم ما أحشى عليهم ما أنزل من قيمتهم هاي هما بعضهم عندي شي أكتب أنا شرب القناة مالتي أنتقدهم أنتقد سلبياتهم يا أخوان العزاء تدرون أنتو تدرون كل الآن الإطار التنسيق ما ديش يسموه يعني الحكومة اللي إذا تحكمنا والسيد السوداني محمد الشياء السوداني المهندس تدرون إيش قد عنده أغلاط والله هي بقى الشعر لاسر الرجال أو عنده إيجابيات أيضا بقشة على رأسر أنا قص سلبية من السلبيات للناس أقعد بالمقاهي بالنوادي أسوي ندوات أسوي ندوات جماهلية وأقول يا با هاي الحكومة هاي أغلاطها أو إحنا التيار الفلاني أو الحزب الفلاني أو المنظمة الفلانية هذا برنامجنا انتخبونا نسوي لكم كذا وكذا يعني شنو هسا أنت إذا تشوف عضو مجلس نواب رايح يفتر بالتبليط عضو مجلس نواب النائبة الفلانية تفتر تقولهم راح أسوي لكم مجاري ومي وكهرباء ليش هذا شغلت يا النائبة هذا مو شغلت هاي ممكن تلزموها عليها النائبة وتحشون بها قلولها روح يشرع قوانين روح يشرع قوانين وأحتي ودافع وكذا 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 إحنا إلى متى نبقى في هذه التصرفات الصبيانية الهمجية والله صبيانية وهمجها أنتوا مو مالي شي عمي والله هاي تلو عايشين بذاك النظام كان راسكم يشيب والله العظيم راسك يشيب تقدر تنتقد أبو الحصة التموينية تنتقد عامل البلدية تنتقد مو مدير بلدية عامل عامل مراقب البلدية ما تقدر تنتقد من تتحد عليه قل لك أنت تتحد على الحكومة أنا موظف في الحكومة أنا مرة انتقدت أبو الكهرباء والله أبو الكهرباء انتقدته قال حجي أنت تتحد على السيد الرئيس قلت لها شلون يا با اجاب السيد الرئيس الموضان دعت عليك أقول أنت مقصر قال هو أنا من المعين ليس الدولة ليس الكهرباء معينتني مو وزارة الكهرباء مو رئيس مجلس الوزراء مو رئيس الجمهورية داخل راتب إذن أنا مرتبطة برئيس الجمهورية وسكتنا الرجال وخلاني يسكت يقولي لو ما رجال شبير ونحترمك كان أكتب عليك تقرير يعني يا أخوان شوية حمده الله وشكره وتركوا هايما اللي بشار كل واحد واقف يفشر يفشرون على رمود سياسية وعلى معين مو حاجة هذا هذا دليل على عجزكم وعلى طياح حظكم يعني حقيقة كل من يفشر ويتسب ويشقك صور هذا شون أنا أنتخبة شنون أنا أرشحة يعني إذا ما ريد رشحة جماعة الإطار شون أرشحك إليك أنت وانت بهذه الأخلاق يلا أخوان ما ريد نطول عليكم ونقولكم مع ألف سلامة وعاش العراق